النهاردة كان فيه اجتماع مهم بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره القطري في الدوحة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أول مرة الوزير سامح شكري يزور الدوحة من سنين طويلة من حوالي 8 سنين وطبعا الأسباب معروفة الأزمة اللي كانت بين مصر وقطر في أعقاب الموقف غير المبرر اللي اتخذته الدوحة تجاه ثورة الشعب المصري في 30 يونيو 2013 موقف قطر الداعم للإخوان المسلمين بكل الطرق بالمال وبالإعلام وبالسياسة وبالديبلوماسية حقيقة هذا الموقف علشان كده أقول لحضرتكم أن السياسة ليس فيها صداقة دائمة وعدوة دائمة هذا بالنسبة للسياسين ولكن بالنسبة للشعوب الشعوب لا تنسى هذه المواقف يعني لا أعتقد أنه يعني الشعب المصري ينسى أو سينسى ما فعلته قطر خلال السنوات الماضية منذ ثورة 30 يونيو وحتى يعني وقت قريب تغير موقف قطر جاءت قطر إلينا وجاءت تركيا إلينا ومن حق الدولة المصرية أنها تبحث عن مصالحها ولذلك استقبلنا وفود من تركيا استقبلنا وفود من قطر ولبى الوزير سامح شكري دعوة نظيره القطري بزيارة قطر طبعا كل التطورات دي حصلت بينما بين قطر بعد اتفاق العلا وبيان قمة العلا اللي كانت فيه 5 يناير الماضي هل قطر ستغير سياستها تجاه مصر وتجاه الشعب المصري بالتأكيد نحن نتمنى ذلك لأنه نحن ما يربطنا بقطر زيها زي أي دولة عربية هي روابط قوية جدا روابط الدم روابط الخوة روابط العروبة روابط اللغة الدين يعني روابط عديدة جدا لكن هل مصر تعاملت بنفس الطريقة التي تعاملت بها قطر معنا بالتأكيد لا يعني حتى الحرب الإعلامية التي شنتها قطر على الدولة المصرية وعلى الشعب المصري وعلى الجيش المصري وعلى الشرطة المصرية طوال السنوات الماضية لم يكن الرد الرسمي حتى عليها في مصر حتى يعني يتناسب بشكل بشكل ولو حتى واحد في المية من قوة هذه الحملة وهذه الحرب الشعواء التي شنتها قطر في مصر كما يقول تقول القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يقول نحن ننظر إلى الأفعال للأقوال خلونا نشوف هل ستغير استراتيجية قطر ناحية مصر في بوادر طيبة نعم في بوادر طيبة وفي كلام طيب من القيادة القطرية ومن النظام القطري ويعني النهاردة زيارة الوزير سامح شكري والزيارة السابقة من حوالي اسبوعين أعتقد أو أقل لوزير الخارجية القطري إلى القاهرة ولقاءه مع سيد الرئيس هنا في القاهرة دي كلها بتديلك مؤشرات أنه ربما عادت قطر وعادت القيادة القطرية إلى رشدها لكن نحن دائما نؤمن بالأفعال للأقوال من ضمن الحاجات المرتبطة بسد النهضة أيضا بكرة في اجتماع تحتضن قطر تحتضن الدوحة لوزيراء الخارجية العرب اجتماع غير عادي لمناقشة موضوع سد النهضة والاجتماع ده بطلب من السودان ومصر ومن المتوقع أنه تصدر رسالة قوية رسالة ليست مصرية فقط ليست سودانية فقط ولكنها رسالة عربية هذه المرة لأثيوبيا تجاه عدم المساس بالحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل ترجمة نانسي قنقر